اسم كبير اسم تاريخي نتشرف جدا بتواجده معنا هو الاسم الابرز في منتخب بلاده المنتخب الانجولي صاحب هدف في كأس العالم صاحب اهداف كثيرة في كأس الوامر الافريقية صاحب اهداف رائعة وتاريخية مع الاهلي بدورة ابطال افريقيا وفي كأس العالم للاندية المهاجم الانجولي امادو بلافيو مشرفني ومنورني سعيد جدا بتواجدك معي شكرا طبعا دايما بيبقى شرف كبير لي اني اكون هنا في القاهرة وطبعا انا مبسوط جدا بوجودي هنا معكم احنا لما قلنا النهاردة انك هتبقى موجود معنا موجود على التلفزيون المصري موجود وسط الشعب المصري موجود وسط جماهير النادي الاهلي سعادة بالغة بتواجدك معنا انت اسم طرقت ذكريات سعيدة وعظيمة مع جماهير النادي الاهلي عظيم طبعا انا عارف ان انا مرحب بياه هنا في مصر وطبعا انا مبسوط جدا بتواجده هنا في القاهرة بقى لي حوالي سنتين ما جدش هنا مصر وطبعا ده شيء يشرفني ان انا اكون هنا في القاهرة بس انت على تواصل مع جماهير مصرية وتواصل مع لعبين سابقين لعب ومعاك انا عارف ده كويس وانت بتتكلم مع لعبين سابقين وعارف ان الجماهير المصرية دايما تتواصل معك تحديدا على السوشيال ميديا طبعا انا بتتكلم مع بتواصل مع لعب كتير من زمان حتى البعاد حتى القريبين بنتكلم وطبعا مع جمعة كابتن جمعة كابتن شيدوس الرياضيين والعيبة من اللي احنا كنا ان احنا دايما بنتكلم كتير على الموقع التواصل الاجتماعي وطبعا كابتن شاوقي طبعا الحياة بالحياة المدربين ما بتخلناش دايما نبقى عندنا وقت ان احنا نتكلم دايما لان احنا دايما بنبقى مشغولين بس طبعا احنا عملنا احنا طبعا اصدقاء جدا وما بنا علاقة قوية جدا ماذا عن مانويل جوزي؟ مانويل جوزي هو الشخص الاكثر وسوقا في امكانياتك يمكن على مر التاريخ طبعا هو جزء من عوامل نجاحي انه مصل انه وصد فيها جدا حوالي 3 سنين او 4 سنين حوالي 3 سنين او 4 سنين وهو قبل ما اجي هنا وهو كان بيتكلم معايا وطبعا كابتن جيل بيرتو كان هنا وما قدرناش نوصل بس طبعا بعد كده في 2005 تكلموا تاني وكلمنا بسرعة جدا مع بيترو أتلاتكو ورجعت ووصلت لمصر علشان ألعب طبعا كانت أول مرحلة ليك كانت عادية جدا كنت طبعا بعمل أجوان او كنت بشوط على جون دايما ووصلت هنا عملت دايما ماتشات كويسة جدا حاولت دايما ان انا ابقى موجود في الملعب بشكل كويس دايما كنت بحاول ان انا اوصل للألقاب الكتيرة بس طبعا الماتشات كان صعب ان انا اوصل للمستوى دوت في أول ما وصلت بس طبعا الحمدلله وصلت للمستوى داك اشتركوا في القناة